في سياق فيروس كورونا فقد أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية وفات أول حالة لمواطن ألماني الجنسي من فيروس كورونا وقررت الحكومة المصرية أرسال ثلاثة وزراء لمتابعة الإجراءات والتي اتخذت على متن باخرة سياحية وذلك بعدما كشفت مصادر مصرية رصد إصابات جديدة بفيروس كورونا على متن الباخرة والتي كانت قادمة من لؤسر إلى أسوان جنوب البلاد وأعلنت الحكومة المصرية وصول أعداد المصابين إلى 48 بين مصريين وأجانب من مجمل الركاب البالغ عددهم 170 راكبة يعني حملنا حصر كامل بالعدد اللي كانوا موجودين على المركب احنا كان موجود على المركب حوالي 171 101 أجنبي وفي 71 من العاملين اتعمل ليهم الكشف بالكامل لهذا الموضوع بلغنا سفاراتهم بأن الموقف إيه بك صارت شكرا لفر شكرا